اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذي اختير شخصية هذا العام الهجري 1419 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فليتفضل بتسلم جائزته وإلقاء كلمته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام على سيدي المرسلين وخاتم النبيين محمد وآل وصحبه واجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعب دعوتهم إلى يوم الدين أما بعد سادتي وإخواني هذه مكرمة دقيقة حساسة ذات الردود ردود فعل متناقبة أولاً إن هذه المكرمة ستبعي ممن اختير لها الحمد لله تبارك وتعالى والإقرار بأنه نعمة من الله وأنه ليس من استحقاق ولا من جدارة إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى فإنني أقول لكم بكل صراحة أنني إذا نظرت إلى طفولتي وإلى بيئتي وإلى المحيط الذي كان يحيط به وإلى الوضع الذي كان يسود على القارش الهندية بشكل خاصة وإلى تلك الفترة التي كان في الحكم الإنجليزي المقرر المقرر من القضاء على الخصائص الإسلامية وهذا التراث الإسلامي وهذا المؤسسات الإسلامية وهذا استقابة الإسلامية هناك ينشأ طفل في قرية في قدية ممعنة في مغرية في القرية أو في السحرابية على أشاط نار فياض كثير من الفيضانات فيضطر أسرة هذه القرية الساكنة قاتلت فيها إلى الانتخال إلى مكان آخر هناك ينشأ هذا الطفل ويتعلم اللغة المجرية ويدرس القرآن الكريم على عادة والانتزام البيوتات الشديدة بل الأسر الإسلامية تقول لياتي في القارة الهندية ولم تكن تلوه على جبينه أقول لكم بصراحة لم تكن تلوه على جبينه وعلى مخائله أمارات مبوء فأمارات أن يكون في وقت من الأوقات في ساعة من الساعات جديرا أو مختارا لهذه المقربة التي تشبقونها وتسجدون في قيمتها وما كان أحد يتكهن ولو منه كل صراحة والمعية أن يتكهن بنبوغ هذا الطفل وبجدارته لإتحاف العالم الإسلامي والإتحاف العالم الإسلامي بالهدايا الإسلامية العلمية والفكرية والثقافية والدعبية والقيادية والثورية كلها هذا يستجد من الذي أخطير أو الذي لا أقول استحقه لكنه أخطير لهذه المكرمة أن يحمد الله تبارك وتعالى ويعترف ويقر بعدم جدارة لذلك ثم إنه بعد ذلك و اختاره الله تبارك وتعالى قدر الله له دراسة اللغة العربية في بيئة غير عربية بعيدة كل البعد بعضا مانبيا بعضا جسديا و بعضا جغرافيا و بعضا ثقافيا من مهز اللغة العربية ومركزها ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له قدر له أن يكون متطوعا لا أقول أكثر من ذلك أن يكون متطوعا وجنديا في حقد الدعبة الإسلامية فهيئه لهذه المكرمة ومنع له فرص الدراسة اللغة العربية من دراسة حميقة و دراسة و دراسة أصيلة كذلك و دراسة زوقية و عدبية و مذعبية كذلك هذا أقول لكم بصراحة إن هذا الرجل الذي تختارونه لهذه المكرمة و يختاره صاحب السبو محمد ملاشد عالمكتوم حفظه الله و تعالى و أطار حياته لم يكن أهد يتكهن بأن هذا الطفل أن هذا الشاب الذي نشأ في قدية هندية هندية صحرابية تقريبا أن يكون جديرا لهذه المكرمة بلاتنا الله سبحانه وتعالى يفر ما يشاء و يقدر ما يشاء فقدر له السفر الأول للبلاد العربية وهو في الثلاثينات في الثلاثينات و أنه نشأ نشأة كانت تغري بل كانت توحي بل كانت تلهم و كانت تتكاهن بأن هذا الطفل لا يكون لا يكون بمكانة في اللغة العربية بحيث يستحق و لا في الدراسة الإسلامية بحيث يستحق هذه الجهازة الكبيرة و هذه المكرمة العظيمة ولكنه فضل من الله يفر ما يشاء و أنا أنتز هذه الفرسة وبعد الشكر